أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نسألها بل خبر الوطنية بعث صاحب الجلالة الملك محمد ناسدس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان إبراهيم السلطان إسكندر عهل ماليزيا بمناسبة اعتلائه العرش وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن تهنئه الحرة لعهل ماليزيا راجيا له كامل توفيق في أداء مهمه السامية ومما جاء في برقية جلالة الملك وإنني لأختنمها مناسبة لأعرب لجلالتكم عن مدى تقديري لعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا مؤكدا لكم عزمية على العمل معكم من أجل مواصلة تعزيزها والارتقاء بتعاونين ثنائية في مختلف المجالات إلى المستوى الأمثل الذي يلبي تطلعات شعبين المشتركة وجدد جلالة الملك بالمناسبة متمنيته بالتوفيق لصاحب الجلالة سلطان إبراهيم السلطان إسكندر لخدمة تطلعات الشعب الماليزي إلى المزيد من التقدم والإزدهار وفي خبرنا كركدت باناما دعمها لمبادرة الحكم يضاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 بأعتبارها أساسا وحيدا لحل عادل ودائما لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية معربة عن التزامها بتحديد عملها المستقبلي واتخاذ موقف على أساس هذا الإعلان التفاصيل مع رغدا قبول باناما تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها أساسا وحيدا لحل عادل ودائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتعرب عن التزامها بتحديد عملها المستقبل واتخاذ موقف على أساس هذا الإعلان هذا الموقف الوطني لباناما تم التعبير عنه في إعلان مشترك موقع عقب اللقاء الثنائي المنعقد عبر تقنية التنظر المرئي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريق والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونظيرته البانامية جنينة واني من كومو وجاء في هذا الإعلان المشترك أن باناما تعتبر أن الأمم المتحدة تتظل الآلية الملائمة لجمع كافة الأطراف المعنية بحثا عن الحل السياسي الذي ينشده مجلس الأمن باناما والمغرب جددات تأكيد على إرادتهم لتعزيز علاقتهم الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة البلدان أوضحها أن روابط التعاون التي تجمعهما تقوم على مبادئ التعايش السلم والديمقراطية والحكامة الجيدة والتضامن والشفافية والاحترام المتبادل واحترام حقوق الإنسان والقانون الدول الإنساني وكذا على عدم اللجوء إلى العقوبات أحادية الجانب وفي موضوع منفصل أشهدت نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمنقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولية بوني جينكنز بيريباط أشهدت بريادة المغرب وتعاونه القيمين في قضايا الأمن الإقليمي والدولي منوهة بمقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتبصر لقضايا القارة الإفريقية المزيد مع شيماء باك نائبة كاتب الدولة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جينكنز تشيذ بريادة المغرب وتعاونه القيمين في قضايا الأمن الإقليمي والدولي السيدة جينكنز خلال لقاء صحفي مشترك عقب مباحثات مع وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نواهت بمقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتبصرة لقضايا القارة أود أن أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في إفريقيا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومقاربة جلالته المتبصرة للقارة وهذه المباحثات محورت حول العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية فضلاً عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في إفريقيا والمنطقة من جانبه أكد السيد بوريطة أن هذه المباحثات مع المسؤولة الأمريكية تندرج في إطار تنصيق المغربية الأمريكية حول قضايا الأمن والاستقرار عبر العالم وخاصة في القارة الإفريقية هذا يجيب في إطار كجزء من أجندة التعاون المغربية الأمريكية لفائدة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية كانت مناسبة لكي تحدثوا كذلك على مكافحات الإرهاب في العالم وبهذه المناسبة جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة التأكيد على تنديد المملكة المغربية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المواقع على الحدود السورية الأردنية والذي خلف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح آخرين معربا عن التضامن التام للمملكة المغربية مع الأردن وعن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية ومتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل مبقى دائما بالرباط حيث أكدت زينب العدوي رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان أكدت أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أبانت عن توفرها على العديد من مقاومات الصمود في مواجهة صدمات المختلفة متابع تفاصيل في تقرير إردوان مستقي المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أبان عن توفره على العديد من مقاومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة هذا ما أكدته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصة لتقديم عرض من أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022-2023 السيدة العدوي استعرضت خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر بمنظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الجبائي وفيما يتعلق بالمحاكم المالية أفادت السيدة العدوي بأن هذه الأخيرة أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود ما تم شهر دجمبر 2023 ما مجموعه 3213 قرارا وحكما نهائيا ومن جانب آخر أوصل مجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود ولسيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجة للمحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخد فضلا عن تسريع وطيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية ننتقل الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم أمص بمقر وزارة الكارجية في واشنطن استقبل سفير جلالة الملك لدى الولايات المتحدة يوسف العبراني من قبل مساعدة وزير الكارجية الأمريكية لجؤون شرق الأدنى بربرا ليب وخلال هذا الاجتماع الأول شاد المسؤولان بالعلاقات المتميزة العريقة التي تربط المغرب والولايات المتحدة ونقش سبل تعمقها وتنوعها وتم تركيز على أهمية تثمين المكتسبات واستكشاف أليات تعاون مبتكرة من شأنها الاستجابة للطموح المشترك بتعزيز الحوار السياسي والشركة الاستراتيجية وتطرقت المباحثات بين الجانبين كذلك إلى القضايا الإقليمية ودولية مصلطة للضوء على التطابق الكبير في وجهات النظر كما أبرزت دارة والبلدين تعميق العمل المشترك خدمة للسلام والأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط عودة إلى رباط حيث شكل تعزيز التعاون بين المغرب والبرازيل وسبل توطيرها في مختلف المجالات عنوان مباحثات جمعت بين المندوب السامي لتخطيط أحمد الحليم العالمي والسفير البرازيل بالمغرب تفاصيل أكثر حول أهم ما جاء في هذه المباحثات مع سكينا نسوية شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والبرازيل وسبل توطيدها في مختلف المجالات محور مباحثات جمعت بين المندوب السامي لتخطيط أحمد الحليمي العالمي وسفير البرازيل بالمغرب أليكسندر جيدو لوبيز بارولا وذلك بمدينة الرباط أشهد الجانبان خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات المغربية البرازيلية مجددين التأكيد على إرادتهما لمواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وذلك خدمة لمصالح البلدين الصديقين السيد الحليمي يعتبر أن المغرب والبرازيل مدعوان لتعزيز علاقتهما لا سيما من خلال تنويع مجالات التعاون وتنمية المبادلات الاقتصادية وتوطيد الآلية المؤسساتية من جانبه قال السيد بارولا إن العلاقات بين المغرب والبرازيل تقوم على تاريخ حفل وتعاون مثمر مؤكدا أن هذه الروابط تواصل تطورها بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المتزيد بين البلدين وبعدما قدم لمحة عامة عن مهام المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء دعا سفير البرازيل بالمغرب المندوبية السامية للتخطيط لتعاون مع المعهد من أجل الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات وطنيا دائما وقع وزير الصناعات والتجارة رياضة مزور ووزير الشغل والاقتصاد النمسوي مارتن كوشر على مذكرة تفاهم ترم تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز التجارة والاستثمار بين المغرب والنمسا تفاصيل أفاف في تقرير هنا حجي المغرب والنمسا يعززان تعاونهما الاقتصادي من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم ترمو تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الشغل والاقتصاد النمسوي مارتن كوشر الزخم الواعد المسجل خلال السنتين الأخيرتين يشجع على تعزيز الروابط الاقتصادية ويحفز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقات المتجددة واحدة من بين المجالات الواعدة التي تطرقت إليها مذكرة التفاهم هذه ولم تقتصر الشراكة الصناعية على هذه المجالات فقط وإنما تبتغي تعزيز تعاون الاقتصادي حتى من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين العلاقات ديبروماسية بين النمسا والمغرب عمرها 240 سنة في هذه السنوات اثنين آخرة عرفت تطور قوي بحيث أن اليوم أكثر من 80 شركة نمساوية تشتغل في المغرب وأكثر من 25 تصنع في المغرب وبعدما حدد قطاعي الصناع والتكنولوجيا الخضراء كمجالات ذات أولوية لشراكتهما التزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية وتيسير تصدير والاستراد الصناعيين بالإضافة إلى تحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وفي خبر آخر شكل موضوع ونموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية محور ورشة النظمة بارباط وذلك بمناسبته أن إقاضي دورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية سكينام سويا في المتابعة النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية موضوع شكل محور ورشة نظمت بالرباط بمناسبة عقاد الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية النموذج التنموي المنجز من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة من شأنه تعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحديث الممارسات الحالية واعتماد نظم إنتاجية قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية اليوم كنلاحظوا بأن هذه السلسلة أخذت واحدة امام كبير وما زال كتطور وبذلك نلازم باش في بلدنا نحن نوقف على هذه السلسلة المهمة في التغذية على وهي تربية الأحياء المائية بالمياه القارية نحن نقف على سبل طرق المنهجية اللي يمكن ندعمها هذه السلسلة لإنتاج التغذية في بلدنا ذلك بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على المياه النموذج الجديد يسعى إلى المساهمة في تعزيز الاستغلال المستضام للموارد والقدرات التقنية للصيادين وللفعالين في تربية الأحياء المائية وعثرنة منظومات إدارة الهيكل والهيئات المرثبتة بالوكالة والإدماج الفعال للجمعيات الصيد في تدبير القطاع الحدث عرف تقديم حصيلة الإنجازات لموسم الصيد الماضي وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية كما تمت المصادقة على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين هذا اللقاء هذا عرف تقديم واحد نوع جديد من المشاريع لتتخص تنمية الأوسط المائية القارية وبالتالي تم اقتراح مجموعة وبرمجة خاصة مجموعة المشاريع لتتعلق خاصة بتتمية الأوسط المائية للحفاظ عن التنوع البيولوجي عن طريق عصرانة محطة تربية الأسماك لتتقوم سنوياً بزويدة الأوسط المائية بصغار الأسماك الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية تميزت بعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة والمتنوعة والمبرمجة خلال موسم الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين والتي تندرج في إطار التنزيل العملي للنموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية الفين وثلاثة وعشرين الفين وثلاثين ورياضياً توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم في دور ثم نهاية كأس إفريقيا للأمم كودزفوار الفين وثلاثة وعشرين عقب تعطره أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظفين فلقى الذي جمعهما على أرضية ملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو لفوريا وسجل هدفي المنتخب جنوب الإفريقي سيكوتوري ماكوبا في الدقيقة السابعة والخمسين وتيبو ماكوينة في الدقيقة الخمسة من الوقت بدل الضائع وعرفت المباراة التي قدها الحكم السوداني محمود علي إشهر البطاقة الحمراء في وجه لعب المنتخب المغربي سوفيان أمرابط في الدقائق الأخيرة من المقابلة وتضييغ أشرف حكيمي لدربة جزاء وفي الخبر الدولي قال منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الناوكرانيا بحاجة للمزيد من الضخيرة قبل اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل من المتوقع أن يناقش الإمدادات وقال بوريل أيضا أنه يأمل أن يقرر الاجتماع الدولة العضو التي يمكنها قيادة مهمة الاتحاد الأوروبي القادم لحماية السفن في البحر الأحمر مضيفة أن هذه العملية يمكن إطلاقها قبل منتصف فبراير وفي جديد الملف السوداني أعلنت المفوضية السمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان اليوم المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في سودان أدت إلى نزوخ حوالي ثمانية ملايين شخص وضف البيان أن النزاع الوحشية في سودان أدى إلى نزوخ حوالي ثمانية ملايين شخص ودع إلى دعم عجل لتلبية احتياجتهم وقلت مفوضية اللاجئين في بيانا أن الأسبوع الماضي تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى تشاد خمسمائة ألف شخص منذ أبريل الماضي وفي جنوب سودان يعبر ما متوسطه ألف وخمسمائة شخص يوميا البلاد ونختم النشر من الصين حيث تم الإعلان عن قائمة تضم ستة اكتشافات نثرية بارزة في البلاد العام الماضي في منتدى سنوي للأثار استضافته الأكاديمية والصينية للعلوم الاجتماعية سلمة العبداللهي وبقي التفاصيل ستة اكتشافات أثرية بارزة يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم كأقدم تقدير تم الإعلان عنها في الصين العام الماضي في منتدى سنوي للأثار استضافه معهد الآثار التابعي للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية هذه الاكتشافات تقع في ست مناطق مختلفة وتم اختيارها من بين اكتشافات أثرية قدمتها مؤسسات بحوث من جميع أنحاء البلاد المنتدى السنوي للأثار الذي عقد لأول مرة سنة 2002 يعد منصة لإعلان وتبادل آخر الإنجازات والمعلومات الأثرية في الصين بعد الخبر نكون قد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجز لأهمي الأنباء دمتم في مدلا